فإحنا دلوقتي هنشوف مع بعض بس أرجع برضو أشوف هنشوف دلوقتي مع بعض الجزئية الخاصة بالتقارير بالنسبة للتقارير تقارير المقرر الدراسي لما حضركم تشوفوا معي لما تفتحوا معي تقارير المقرر الدراسي الفكرة ببساطة إن مريم سليمان طيب مريم سليمان دكتورة مريم حضرتك معنا في برنامج الدبلومات أنا عاوز أتأكد بس لأن في بعض الطلبة يعني معذرة في بعض الطلبة أوقات بيدخلوا معنا على إنهم أسازة فبتحصل يعني الدكتورة مريم بتسأل عن ليه الفصل لسه منزلش على البلاك بورد وده شيء يعني بيكون بالتنسيق بين الكليات التطبيقية وما بين عمادة التعلم الالكتروني فده شيء يعني ممكن تستوفيه الكليات التطبيقية لإعماد التعلم الالكتروني أو إجراء ما بينهم فده مش يعني مش موضوعنا النهاردة لكن ممكن حضرتك ترجعي في الأمر ده للكليات التطبيقية أفضل يعني أو يعني المشرف المختص في الكليات التطبيقية ممكن هو اللي يفيد حضرتك أكتر قد يكون فيه شيء مثلا ناقص شيء لسه مثلا لم يستوفى فأنا بصراحة ما عندش تفاصيل يعني لكن أعتقد أنه إن شاء الله يعني قريب الفصل يبدأ إن شاء الله بإذن الله هنشوف دلوقتي مع بعض نكمل تقارير المقرر الدراسي الجزئية الخاصة بالتقارير نعم نعم لسه الفصل ما بدأش فعلا للكل مش لحضرتك فقط يعني الجزئية الخاصة بي أنا بس أوضح بس لحضرتكم إن النظام البلاكبورد هو يعتبر يعني آخر مرحلة يعني بيعتمد كون إن الفصل يبدأ أو المقررات المقررات تجهز أو الطلبة مين اللي بيجهز الجزئية الخاصة بي يعني نتكلم عن الجامعة بشكل عام مش الكلية التطبيقية بس ولا برنامج الدبلومات يعني دي بس جزئية أوضحها لحضرتكم برضو ببساطة خالص نظام البلاكبورد هو نظام بيستقبل يعني بيستقبل بيستقبل إيه بيستقبل البيانات كل البيانات بيانات الطلبة بيانات الأعضاء حتى بيانات طب بس أرد بس على السؤال الأول حضرك إن شاء الله ليه الفصل ما نزلش يعني الجزئية دي تحديداً الجزئية دي تحديداً زي ما قلت لحضرتكم بالنسبة للجامعة بشكل عام وليس الكلية التطبيقية بس بشكل خاص مين اللي بيزود نظام البلاكبورد ببيانات الطلبة ببيانات الأسادزة ببيانات المقررات أو ببيانات الشعب وحضرتكم معايا مين اللي بيزود نظام البلاكبورد ببيانات ديات هل البيانات ديات بتكون عند إعمادة التعامل الملكتروني ولا بتكون عند القابل والتسجيل دي جزئية مهمة لابد بس تكون واضحة لحضرتكم القابل والتسجيل بيكون عنده كل البيانات بيكون عنده كل كل البيانات ديات فالجزئية ديات يعني بتكون بتعتمد في الأساس إن البيانات دي تتوفر تكون عند القبول والتسجيل بناء على كده لما بتتوفر وبشكل معين لأن البيانات دي لابد إنها تضاف على البلاك بورد بشكل معين لأنه النظام بيحتاج شكل معين تمام فلما البيانات دي تجهز والقبول والتسجيل يعمل بوش كده أو يعني يدفع البيانات دي تنحي البلاك بورد البلاك بورد بيستقبلها على طول ويظهر وتظهر كل البيانات دي على البلاك بورد يعني البلاك بورد ما عندوش أي مشكلة في الجزئية دي طيب التفاصيل بقى ليه الأمور دي الفصل ما بدأش وليه الفصل ما نزلش على البلاك بورد قد يكون في خطوات يعني خطوات لسه ما يعني قبل ما نتكلم على البلاك بورد نشوف الخطوات اللي قبل البلاك بورد قد تكون لسه الخطوات دي مش جاهزة مش كاملة فاحنا لسه احنا ايه ما نعرفش التفاصيل بتاعتها هي دي الجزئية اللي ايه اللي حبيت ان انا بس اوضحها لحضراتكم اه جزئية سؤال الثاني التهيئة النهاردة نفس تهيئة امس اه لا النهاردة التهيئة لو حضراتكم شفتوا معايا التهيئة اللي كانت خاصة بحضراتكم اه 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 امبارح اه اه يوم الحد كان فيه مع الدكتور سامي سفان اليات التدريس والدكتور سامي كان بيوضح اليات التدريس يعني برنامج يعني مقرر الدبلومة عن بعد ده بيكون مثلا الاستاذ بيدخل مثلا اه كم ساعة في الاسبوع وبينشر اعلانات بيسوي كذا في كذا لو السياسة او الاليات الخاصة بتدريس برنامج الدبلومة عن بعد لو كان امس الدكتور عبد الرحمن وده كان لقاءه امبارح اللي هو ازاي تصممهم المحتوى الالكتروني ازاي تطورهم المحتوى الالكتروني تمام هو ده الجزء اللي كان امس الجزء النهاردة اللي معايا اللي هو تفعيل تقارير اللي ايه المقرر الالكتروني يعني المقرر ده بيكون له تقارير وبيبقى له حاجة اسمها مركز تقديرات مركز تقديرات فزي ما انا كنت دلوقتي بوضح لحضراتكم الجزئية الخاصة بالتقارير والجزئية الخاصة بمركز التقديرات فهل لحضراتكم اي استفسار قبل ما نبتدي فيها فانا مع حضراتكم الجزئية التقارير ومركز التقديرات هي اجزاء بسيطة وان شاء الله يعني ايه ما تاخدش من ايه نوات كبير والاهم فيها بالنسبة لحضراتكم هي مركز التقديرات هي دية الجزئية الايه الجزئية المهمة فبرضو ارجع تاني لحضراتكم لو فيه اي سؤال للدكتور عبد الرحيم برضو مع حضراتكم الميكروفون لو فيه اي تساول اه هوضح بقى دلوقتي الدكتورة ماريام دخلت وبعدين خرجت تاني اه هوضح بس جزئية مركز الايه التقارير جزئية التقارير زي ما حالكم شايفين معايا ببساطة جديدة جدا ان لما بنفتح من ادارة المقرر الدراسي ادارة ادارة المقرر الدراسي لما حضراتكم تيجوا عند التقييم هتجدوا ما يسمى تقارير المقرر الدراسي التقارير ديت لما حضراتكم تفتحوا التقارير هتجدوا ان فيه تسع انواع من التقارير تسع انواع شايفين معايا دول كلهم تسع انواع كل نوع زي ما حضراتكم شايفين بيبقى له اسم هذا الاسم بتاعه تمام مثلا على سبيل المثال ده اسم التقارير والوصف الخاص بالتقارير بيكون تحت الاسم يعني ده وصف الايه وصف التقارير طيب المقرر الدراسي زي ما حضراتكم شايفين معايا بيكون عبارة عن ايه المقرر بيكون عبارة عن ان فيه طلبة بيكون ايضا عندي هنا محتوى يعني دايما هو بيركز هنا على جزئية المحتوى المحتوى ده بقى حضراتكم بتضعوا مثلا محتوى الاسبوع الاول محتوى خاص بالاسبوع التاني محتوى الاسبوع التالت والامور دي كلها عند حضراتكم في برنامج الدبلومات هي جهزة هي اساسا المحتوى نفسه موجود وجهز تمام لكن المقصود هنا في التقارير اللي احنا عاوزين نشوف الطالب ده فعلا لو نشاط داخل المقرر ولا ملوش نشاط بيتفاعل مع المقرر ده ولا مش بيتفاعل مع المقرر طيب اتفاعل مع المناطق المحتوى لو حضراتكم لاحظتم معي مسلا على سبيل المثال نشاطه في مناطق المحتوى يعني أنا عندي مثلا فيه في المحتوى عندي مسلا ملفات معينة عندي الاختبار عندي الانشطة الواجبات هل فعلا بيتفعل معها ولا لا طيب حبيت ان انا اشوف في يوم معين او في فترة زمنية محددة يعني في فترة خمس ايام بحددنا الفترة زمنية هل فعلا في الخمس ايام دول او في اليوم ده المحدد ده باشوف نشاط الطالب هل فعلا كله نشاط دخل على المقرر ده دخل على المكان ده ولا ما دخلش على المكان ده فدي كلها بتكون عن طريق الايه التقارير اللي حضراتك وشوفينا معاين لذلك اذا حضراتكو شفتوا معايا مثلا على سبيل المثال تقرير ذا التقرير ده اللي هو نظرة عامة على الطالب لمقرر دراسي فردي على سبيل المثال حضرتك تقرأ الوصف تحته هتجدوا ان الوصف بسيط وما فيش في اي مشكلة خاصة ان احنا عاوزين نشوف نشاط الطالب داخل المقرر تمام طبعا بناء على الوقت وعلى التاريخ والعناصر ومناطق المحتوى اللي الطالب كان له نشاط عليها وقضى عليها داخل مناطق المحتوى دي او على العناصر دي قضى عليها وقت ايه بالزبط تحديدا اي تقرير من التقرير اللي قدام حضراتكم عشان تشغلوا التقرير والتقرير ده يعني يظهر مع حضراتكم لابد ان حضراتكم تضغطوا على هتلاحظوا كده هتلاحظوا معايا ان كل تقرير على يساره كده دايرة فيها راس سهم بيتجه للأسفل كل تقرير على يساره دايرة صغيرة وفيها راس سهم كده بيتجه للأسفل الدايرة دي هنا بتقول لي لو كنت حابب تشغل التقرير تضغط ايه اضغط علي على الدايرة هنضغط على الدايرة كده مش هتلاقوا غير كلمة واحدة هتظهر أمامكم او خيار واحد اسمه تشغيل يبقى اي دايرة هنا اي دايرة معناها ايه معناها ان انا لما اضغط عليها اقدر اشغل هذا التقرير عاوز اشغل التقرير ده بحيث ان انا اطلع اطلع التقرير طيب اه فزي ما حضركم شايفين معايا ممكن اطلع تقرير عن المنتديات يعني ممكن اكون انا انشأة منتديات نقاشية للطلاب وعاوز اطلع التقرير عن المنتدى ده فعلا اطلع عنه تقرير واشوف هل الطالب اه من الطلاب اللي بيتفعلهم ومن اللي مش اللي مش بيتفاعل بيديني ملخص ممكن اكون انا انشأة مجموعات وبالتالي هيقدر يجيب لي نشاط الطلاب داخل المجموعات تمام فاي تقرير لابد ان احنا نضغط على كلمة ايه على كلمة تشغيل